بعد الفاصل لقاء خاص مع المؤلفة الموسيقية ليال وطفة تعرفوا عن قرب على شخصية وأسرار محمد فراج ليال وطفة مؤلفة موسيقية سورية بدت رحلتها مع عالم الموسيقى منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها درست آلة الفيانو وعملت كمؤدية صوتية في البرامج التلفزيونية والعروض الفنية بدأت تأريف الموسيقى التصويرية للسنما والتلفزيون فألفت الموسيقى لأفلام ومسلسلات أنا صار لي تقريبا شي عشرين سنة أكثر لا صاري شي عشرين سنة بالفيلد بدأت أول شي فتت بالفويسوفر مجال الفويسوفر والغنى للإعلانات وبعدين شوي شوي فتت على مجال التلحين للإعلانات وللبرامج التلفزيون وشوي شوي شقي الطريقي لتلحين للمسلسلات والأفلام هو دائما برتبك لألا كصراحة لهلا بس يجيني أي مسلسل أي فيلم أي بروجيكت دائما بحس أنه أول مرة بيجيني البروجيكت فتك لي يعطوني السكريبت أريته أخد فكرة حكيت مع المخرج شرح لي شوي عن الجو وأكيد طبعا وطيبال شوي صورو بيعطوني رشز فباخد فكرة كمان عن تصوير عن التمثيل واللوكيشن كل هذا بيأثر على الكاركترز كل هذا بيأثر على الستايل الموسيقى طريقة اللي صار الموضوع أنه كلمني البروديوسر صبري السماك وقال لي بتحبي تشتغلي مع أستاذي هالة خليل قلت له طبعا بيكون شرف لأيلي فبعتوا لي مشهد استاذي هالة يعني بعتت لي مشهد واحد اللي هو نواره يمشي بالمي وقالت لي لو سمحتي بليز تعمليلي موسيقى اطعى لهيدا المشهد كتاجربة كمان تتشوف إذا بقدر حس بالموضوع فعملت له الموسيقى وعجبه كتير وأكشيلي تراك هو نفسه اللي عملته أول شي هو نفسه اللي بقي على المشهد نفس الشي بصراحة عربي أنا ما كتير بسمع تكون صريحة معك بس إنه بسمع كتير موسيقى أفلام إن كانت إذا كانت عربية ومهمة بسمعها غايت ناو عم بحضر لمسلسل اسمه باب الريح للمخرج علي العلي مسلسل بحريني لرمضان وهلأ تقريبا بقي لنا شي اسبوعين شغل إن شاء الله من خلص بصراحة هو بشكل عام بالوطن العربي فيه تردد بشغل مع البنات بهذا المجال لأنه ما نو كتير قامل فبيكون فيه كتير عالم عنده خوف أو عدم سئة بحسيته شوي بس بصراحة كل المخرجين اللي اشتغلوا معي كان عندهم سئة تامة إنه أنا بقدر أعطيهم اللي هنين بالدنيا ما بحب كتير لا أحكي عن شغلي أو عن حالي أو أنا اللي روح عند العالم يعني أنا برأيي دايما إنه شغلي لازم يحكي عني فدايما بتمنى إنه مسلا ممكن حدا يسمع شغلي يعجبوا يجي لعندي بصراحة يعني ما عندي أسامة معينة ممكن إنه فكر فيها بس يعني إن شاء الله المخرجين إذا شافوا شغلي وحبوا ويسقوا فيني إنه إن شاء الله يجي لعندي اشتركوا في القناة